اخبار اليوم وبصفة خاصة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والاعلاميون وقيادات سياسية وشخصيات عامة وذلك بتكليفات من قياداتها بالخارج والداخل لتشكيل خلية ارهابية استهدفت ما يلي جمع معلومات استخباراتية عن اجهزة الدولة المختلفة وارسالها الى قيادات التنظيم الدولي خارج البلاد والى بعض الجهات الاجنبية فضلا عن بث اخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد اختيار بعض عناصر التنظيم ممن تتوافر فيهم الخبرات في مجال الحاسب الالي وعمليات الاختراق الالكتروني لتدريبهم خارج البلاد على عمليات اختراق لبعض الصفحات الخاصة لشخصيات هامة وضباط شرطة وقوات مسلحة والمواقع الرسمية لعدد من الوزرات لحصول على معلومات وبثها كمحاولة لزعذعة الثقة في مؤسسات الدولة وتعطيل العمل في بعض منشآتها الحيوية ومشروعاتها الكبرى القومية لعرقلة استكمال خارطة المستقبل توفير الدعم اللازم للخلية في كافة احتياجاتها فنيا ماديا لوجستيا من جهات خارجية أجنبية قامت قيادات التنظيم الدولي بتقسيم العمل داخل الخلية إلى ثلاث وحدات على النحو التالي وحدة الاختراق لشبكات الاتصالات لنقل البيانات الخاصة برجال الشرطة والجيش وتمريرها للجان العمليات النوعية المختلفة تمهيدا لاستهدافهم وحدة توفير الدعم المالي والسلاح لتسليمه للجان النوعية بمختلف المحافظات وحدة الاتصال بمكتب الإرشاد ونقل كافة المعلومات التي يمكن التحصل عليها جاءت هذه التكلفات لعناصر التنظيم منذ عام 2012 أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي من قيادتها بالداخل وأبرزهم القيادي خيرة الشاطر وكذا العناصر الهاربة من أعضاء التنظيم بالخارج وهم محمود عزة محمود حسين أيمن محمد علي أيمن جاب الله وبعض العناصر التنظيمية من كوادر الصف الثاني والثالث هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب استئذان الجهات القضائية المختصة وضبط العناصر المتورطة وتفتيش مقاراتها التنظيمية ومداهمة الأوكار الخاصة بهم التي يتم استخدامها لتنفيذ المخططات وضبط العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأجهزة الفنية وتم إلقاء القبض على عدد كبير منهم وعرضهم على جهات التحقيق شعب مصر الكريم تواصل الأجهزة الأمنية المصرية جهودها وعملها الدؤوب لمواجهة كافة المخططات التي تستهدف مصرنا العظيمة من أعدائها بالداخل والخارج دفاعا عن شعبها الأبي عاشت مصر خرة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر